دي نسخة فولفسبورج 2007-2008 على ما أتذكر الجيل اللي حقق البونزليجا يعني أنا عارف طبعاً أنه الدوري الألماني بالنسبة للمواصريين مش من الدوريات القواية قوي لأنه في حرص على متابعتها وخصوصاً مع نوعاً ما ضعف المنافس هم عارفين من مقدمة لأنه البارن احتمالات فوزه بالمسابقة كبيرة جداً لكن أكيد أنه ابتدينا نتابع بعد طبعاً تقلق عمر مرموش السنة اللي فاتت مع شتوتجرد والسنة دي طبعاً بعد عودته لنادي الأساسي نادي فولفسبورج اللي الحقيقة يمكن بيحاول يعيد كتابة التاريخ مرة تانية يكون معنا مارسيل شافر واحد طبعاً من نجوم فولفسبورج وجيل اللي حقق بطولة الدوري البونزليجا للنادي وكان طبعاً نجم منتخب ألمانيا وحالياً هو المدير الرياضي الحالي لنادي فولفسبورج اللي بيلعب فيه أو المحترف فيه طبعاً لعبنا عمر مرموش بداية طبعاً نستقبله ونرحب به معنا في سادسة ونقول له أهلاً وسهلاً بك على شاشة النادي الأهلي مرحباً يعني وإحنا بنستعرض مجموعة أعتقد أنك أنت تابعت معنا دلوقتي ومع الجمهور للسادسة جزء من الأقطات وجودك في الملعب الحقيقة لازم أشيد بمستواك وانت الحقيقة يمكن كنت لعب أصحاب صاحب مهارة مهمة جداً وعند قدرة على تسديد من الخارج وجيل الحقيقة يمكن حقق بطولة البونزليجا لفولفسبورج تكلمني على الفترة دي وعلى أهم الأسباب من وجهة نظرك اللي خلتكم تنجحوا في الوصول للمستوى ده وتحقق بطولة الدولة الألمانية نعم فولفسبورج هو نادن رائع هو منشأة رياضية رائعة مدينة رائعة نحن نركز أكثر على نحن مدينة كبيرة نركز أكثر على الرياضة لدينا علاقة جيدة مع الجماهير علاقة فريدة بين النادي وجماهيره وبالنسبة للعبين الشباب يعد فولفسبورج نقطة انطلاق رائعة لتعمل وتتطور فيها فولفسبورج هي مدينة تتطور شيئاً في شيئاً هي مدينة جيدة نعرف جيداً ماذا نريد أن نفعل نعمل على تطوير اللاعبين الصغار نعمل على عمل كارير جيد لهم في كرة القدم وهذا هو الذي يميز المكان هنا وهذا هو السبب الذي جعلنا أن نفوز بالبوندسليجا في عام 2008 نعم النادي ليس أكبر شيئاً على مستوى المادي ولكن النادي يسير بخطة ثابتة كان لدينا إدين جيكو خطأ أول خطوات له في فولفسبورج وأيضاً كثير من اللاعبين والآن أصبحوا مميزين في دوريات العالمية خليني بداية أسألك على الدولي المصري عمر مارموش بداية أي العوامل أو أي الأسباب اللي دفعت إدارة فولفسبورج للتعاقد مع عمر مارموش وإزاي طبعاً كان فيه فترتين أعتقد سان باولي فترة أعارة أولى شتوتجرت الألماني فترة أعارة تانية إزاي بتشوف تطور مستوى عمر مارموش وإزاي بتشوف مشاركته وعودته مرة تانية الموسم ده للمشاركة مع فريق فولفسبورج نعم هو لعب رائع لعب واحد جداً لعب سريع في المهارة الواحد على واحد هو يؤدي بشكل جيد في أي مكان هجومي هو يتميز بالمرونة الكبيرة هو مثال جيد للعب الشاب الرائع يريد فقط بعض الصبر وبعض الخبرة ليكون لدينا لعب رائع لدينا خطة لعمر مارموش لإعدادي بشكل أكبر فترة إعارته لسان باولي وإعارته لشتوتجرت كانت خطوات ثابتة لبولفسبورج لإعداد عمر مارموش أعتقد أن هذه الإعارات كانت جيدة وقد تمت دراساتها بحكمة أعتقد أنه في فترةه في سان باولي هو لعب 21 مباراة وأحرز في سبع مباريات أعتقد أنه أدى مباريات رائعة من قبل وعودته في فولفسبورج أعتقد أنه الآن في كل مباراة يتطور ويحرز من هدف لهدفين أعتقد أنه إنجاز رائع لعمر مارموش حتى الآن تقييمك يمكن هو آخر لقاء شارك فيه حتى في فوز عريض حققه وفولفسبورج على حساب بخوم تقييمك لمستوى عمر مارموش ورؤيتك أنت الشخصية لماذا تطوره بعد عودته مرة تانية لفولفسبورج طبعا بعد مشارك مع شتوتجرت في الموسم الأخير وأيضا بعد مشارك مع وظهر بشكل أكتر من رائع مع المنتخب المصري وحجز مكان أساسي في قوامل المنتخب الوطني المصري نعم هو لاعب مهم جدا لنا هو استطيع خلق الفرص هو حتى استطيع إنهاء الفرص بشكل رائع فهو لاعب مهم جدا لنا لعب يحرز لنا المزيد من النقاط وهذا هو هدفنا مع عمر هو لديه مهارة غريبة لديه السرعة لديه القدرة على المرور بشكل رائع لديه حلول للفريق لديه حلول في المواقف الصعبة والمساحات الضيطة هو لعب رائع لنعمل معه أعتقد حتى إذا أتى من مكان البودلاء يؤدي بشكل رائع عمر لديه قدرة على المنافسة في فريقنا مع جميع اللاعبين هو قرار صعب أن يستعمل أي لعب وأن يستعمل أي لعب منه على دكة البودلاء ولكن عمر حتى الآن يتطور ويقاتل على مكانه مع فولفسبورغ ليبدأ المباريات بشكل دائم هذا أمر يحتاج منه إلى صبر ولكن أنا نؤمن أن عمر بعد عودته سيكون لعبا ناجحا خصوصا هذا الموسم يعني خليني أخذ وجهة نظر المدير الرياضي الواحد من أندية الدوري الألماني أو بونزليجا يعني في فكرة اللعب المصري وإحنا يمكن الدوري الألماني تحديدا والأندية الألمانية من أكتر للأندية اللي شهدت رحلات احتراف وتقلق لكثير من اللعبين المصريين من أجيال مختلفة بداية من هاني رمزي ياسر ردوان محمد عمارة سمير كمونة محمد زيدان وصولا لأعتقد أحمد صلاح حسني كمان احتراف لفترة في الدوري الألماني وصولا لعمر مرموش يعني ليه ما التجارب دي ما شجعتش الأندية الألمانية بشكل عام على فكرة الرهان على اكتشاف مواهب جديدة من الدوري المصري مع العلم طبعا المنتخب مصري يعتبر من المنتخبات القوية جدا على مستوى قرارة أفريقيا والأندية المصرية كمان دايما بتتسيد على مستوى الألقاب البطولات الأفريقية ومشاركات الأهلي يمكن شفتوه حتى في النسخة اللي شارك فيها باي ميونيك بمشاركات النادي الأهلي المصري في أكتر من نسخة من بطولة كاسعام الأندية نعم أتفق معك فالبوندسليجا هي مثال رائع وحي للعب المصري وخصوصا حاليا مع عمر مرموش نحن كنا مندهشين بما أداه عمر مرموش والاندماج الرائع الذي فعل عمر مرموش والسرعة التي أتحلى بها وسرعته على تعلم اللغة وثقافاته أعتقد أن هذه فمن خبراتنا فعمر هو رائع جدا ومثال رائع نعم نركز الآن على اللاعبين المصريين بالطبع رجوعا للدوري الألماني يمكن جزء كبير من قوة أي مسابعة بتبقى مرتبطة بقوة المنافسة هل بتشوف أنه في أي من الأندال الألمانية وخصوصا نجي لك تحديدا ونادي بولفسبورج قدر يحقق علاقة بالدوري الألماني في سنة 2008 هل بتشوف الأندال الألمانية قادرة على منافسة البيرن مش بالضرورة الموسم ده على أقل في المواسم القادمة وأي من الأندال الألمانية عندها القدرة من وجهة نظرك أنها تكسر احتكار باير ميونيخ للبطولة المحلية حسنا باير ميونيخ فاز بالبطولة لمرات عديدة على التوالي يجب أن نذكر باير ميونيخ بكل احترام ونتكلم عنه ونتكلم عنه بحكمة فإذا فزت ببطولة الدوري لسنوات عديدة فهذا مجهود ضخم لللاعبين للمديرين الفنيين لكل المنظومة الخاصة باير ميونيخ فهذا الأمر صعب صعب على كل الأندية لأن باير ميونيخ لديه أفضل سكوارد أفضل فريق على مر التاريخ عموما أعتقد أن باير ميونيخ أحيانا يعاني ولكن في العموم لديهم تنوع ولديهم قدرة على التغيير ولديهم القدرة المادية نعم باير ميونيخ يجب عليها أن يكون في القمة دائما ولكن هذا العام أعتقد أن الموسم الحالي سيكون صعبا فالبداية كانت صعبة لباير ميونيخ مقارنة بالمواسم الماضية ولكن لأكون صديقا لا أعتقد أنه يوجد الكثير من الأندية تستطيع أن تنافس الباير ميونيخ لمدة موسم في كل المباريات ربما في بطولة الكأس ولكن في نهاية الدوري أعتقد أن باير ميونيخ سيفوز بالدور إذا كان دعا المستوى المحلي إذا تشوف فرق مش بس باير ميونيخ طبعا عندنا بروسيا دورتموند كمان تأهل إذا تشوف فرص الأندية الألمانية في بطولة الشامبينز ليج ومواجهات النهاردة طبعا المواجهة الأخيرة في دور المجموعات في أو أمام عملقة أوروبا أمثال بي أج دي أمثال المان سيتي أمثال ريال مادريد في تحقيق لقب الشامبينز ليج أعتقد أنهم لديهم فرصة محقاقة بالفعل يلعبون ويؤدون حتى الآن دور مجموعات مذهل فازوا بالخمس مرايات الخاصة بهم وأدوا أداءا رائعا ربما بارن ميوريخ سيفوز بالمباراة السادسة أعتقد أنها بطولة مفضلة للمشاركة فيها أعتقد أن بارن ميوريخ لديه القدرة بالتحديد وكنادي ألماني أنا أتمنى أن يفوز وأتمنى لأي نادي أن يفوز بدورة أبطال أوروبا وحتى بطولة المؤتمرات واليوريبا ليج فبارن ميوريخ نعم أعتقد أنه لديه القدرة على الفوز بطولة دورة أبطال أوروبا مرسل شافر طبعا مدير رياضي لديه في بولوزبورغ أشكرك شكرا جزيلا كل التوفيق للفريق وكل التوفيق لنجمنا الدولي عمر مربوش في مشواره مع الفريق في الملاعب الألمانية فاصل ونكملين السادسة مع حضراتكم ترجمة نانسي قنقر